بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله هنبدأ في شابتر طول بيتكلم على تقريبا كده احنا بقى لنا تلات محاضرات شغالين على شابتر وان خدنا فيه كده بشكل عام على الانترنت والكونبوننس بتاعته والبيرفورمانس والسيكوريتي وخدنا بشكل عام كده هو أنه فيه شابت على الانترنت نعرفنا ان فيه عندنا ايضا موضل والانترنت موضل والانسبة للدينا او كتاب بتاعنا بيتكلم على الانترنت موضل اللي هو بيمثل النطري في خامسة وقلنا ان الكتاب من وجهة نظره انه بتعامل مع ديت. عشان كده اسمه. تقريبا في هنبدأ ان شاء الله بشكل متعمد كده نبدأ ندرس آخر اللي هي اللي هي الرقم خمسة في الانترنت موضل تمام وهنشوف على مدى ديت هيتناول ايه الكاتب تقريبا بتاعتنا بتاعتنا بتكلم عن ومجموعة البرتكولات اللي هي بتتران في ديت. فمسلا نتكلم عن الويب كأول واهم من البرتكولات اللي موجودة في الابليكيشن لير. الناس اللي بتتعامل مع الويب. فتكلم على الحاجة اسمها الهايبر تكس ترانس في البرتكول. هيتكلم على البرتكولات اللي موجودة في الايميلز او او ال ميلي سيرفيس او الالكترونيك ميل. ففي بعض البرتكولات زي الاس ام تي بي والبوب سري والايمام دي بتتعامل الناس اللي هي تشتغل على الايميلز مهم جدا انها تفهم ازاي بيتبعت المسج وازاي بيتم تستقبلها. ومن البرتكولات المهمة برضو في التعامل البرتكول التي ناس او بيقوم بعملية انا عرف ان في النتورك بتاعتنا احنا مش بنا بس بنتعامل مع اجهزة باسماء لا احنا بتعمل معها في الاساس او اي بي ادرس يعني اي بي ادرس او انترنت برتكول ده رقم يونيك لكل جهاز من خلاله بقدر اتعامل مع كل الاجهزة اللي موجودة معايا في العالم او في النتورك اللي متوصلة بالانترنت او متوصلة بالنتورك اللي هو كل بتاعتي فعشان اقدر اتعامل معاها من نوض للتانية لازم ابقى عارف اسمها طيب زي ما كنا زمان كده عندنا في التليفونات القديمة كده بنقعد ناخد الارقام كده على ورق ولما تكتر ارقام تليفوناتنا نحطها كده في دفاتر ونبدأ نعمل لهم عملية وتسمية كده ونبدأ نعمل لهم نحط الاسماء اللي بحرف الايه في الاول والبي ثم السي ثم دي عشان يسهل علي عملية انتقاء الاسم والحصول عليه بسهولة فبعمل الاسماء وبعد كده هو ده ما ظهرت الموبايلات وكده بقت الحفظ على التليفونات نفسها بياتباح فاظل ايه اسم الشخص وهدوس على اسمه بيتصل ديريكتلي بالرقم بتاعه لكن في عالم التليفونات الكمميليكيشن من خلال الفونز انا ما بتعملش مع اسماء مش لما تحب تتصل با احمد بتروح تكتب رقم احمد لا انت مش حافظه في الاساس فانت بتطلع الاسم بتاعه وانص ان انت عملت عملية كولنج للاسم دوت بيترجم بشكل اوتوماتيك الاسم الرقم في الكمبيوتر نفس القصة ديت بيقوم بالوظيفة ديت سيرفيس اسمها الدي ان اس او بورتكول اسمه الدي ان اس بيقوم بترجمة النيمينج الاي بي ادريسيز والعكس وليه طبعا وظائف اكتر من كده هنبقى ان شاء الله نتعرض لها بالتفصيل لما يتم دراسته هنتعلم حاجة اسمها البي تو بي ابليكيشن او البي تو بير ابليكيشن انا هنفهم الاول فعلى مضى الشابتر دوت ان احنا ممكن في عندنا شكلين من من الابليكيشن اللي لها سيرفر ابليكيشن او البي تو بي فيا اما حضرتك في سنترال لوكيشن بيمانج عملية السيندينج والرسيف للداتا ما بيننا وبين بعض يا اما حضرتك بتكلم ايه الشخص وبتستقبل منه بدون الوصول لاي انواع من انواع السيرفرز فانت وهو بتشتغل مع بعض فان شاء الله نتكلم فيها في رقم اثنين خمسة بعد كده بتناول شرح الفيديو ستريمينج والكونتيند ستريبيوشن نتورك والسوكت برو جرامنج باستخدام تسي بي واليو دي بي كبرتوكولات ان شاء الله موجودة في الترانسبورت لير ولكن مهم جدا انت بعارف ان كل الليرز بيهمها الاجيسنت لير بتاعتها يعني حضرتك انت في لير رقم خمسة مش مالكش دعو باللي بعديك لا يهمك انك بتوصل المسج بتاعتك ازاي وبتتعامل مع انهي بورتوكول في اللير التالية فانت في لير الابليكيشن اكيد هتحتاج لير للترانسبورت عشان تبدأ بعد المسج بتاعتك ما جاهزتها تقوم بعملية نقلها فمن اشهر بورتوكولات الموجودة في اللير رقم اربعة هو اليو دي بي ترانسميشن كنترول بورتوكول و هنعرف الفرق ما بينهم و ايه المميزات بتاع كل واحد عن التاني و ليه انا بشتغل بده و بشتغل بده في الاساس فاهدفنا في الابليكيشن ليير ان احنا نشوف مبادئ الشبكات على مستوى النتورك ابليكيشن فلو انت بتتكلم على ابليكيشن لا انا بتكلم على النتورك ابليكيشن سبيسيفك يعني التطبيقات اللي بتحتاج الشبكة في عملية نقل الديتا زي مثلا ايه احنا ضربنا مثال في اول محاضرة يعني مثلا برنامج زي الواتس برنامج زي المسينجر برنامج زي الكالكوليتور مثلا ده بيحتاج نتورك او لا بيحتاج شيء الشباب معايا طالت امثلة اللي انا ضربتهم دولت امثلة صريحة على الناتورك ابليكيشن اه بيحتاجه بيحتاجه انترنت اه يعني الكالكوليتور بتحتاج انترنت لا المسينجر والواتس شكل الناس لسه ما صحيتش فالناس صح معايا كده انا بتكلم على الابليكيشن اللي بتحتاج ما بينها وبين الانترنت في شغلها او ما بينها وما بين او اناظر نوت في شغلها والابليكيشن دي بيطلق اللي بتحتاج عليها لفظ في الاساس سمع فهنشوف بقى الموضلز بتاعتنا المختلفة سواء سكانت او بير تو بير او كونيكشن ديستريبيوشن نتورك ومن ثم هنشوف نتعلم البرتوكولات اللي موجودة عندنا في الليار دية من اهم البرتوكولات موجودة فيها الاتش تي تي بي والاف تي بي والاس ام تي بي والبوب سري والايماب والدي اي ناس تقريبا ان شاء الله النهاردة هنبتدي نتكلم على اول واحد فيهم اللي هو اتش تي 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 بي الهايبر تيكس ترانسبر بورتوكول وتقريبا كنا قلنا يعني ادينا هنت او بريف عنه المره الفاتد حد يفتكر كده ولا نقق اسامي حد يتطوع كده يقول الاتش تي تي بي كنا اتكلمنا عنه كده ضربنا عليه كاكزامبل شرح فكرة البرتوكول وكده ناخد بالترتيب ناس عندها مايكات صح عمر انت معنا او مع الاسف معا يا صدقته معا يا عمر طيب يعني ايه كلمة بورتوكول يا عمر اه مجرد حاجة يعني بتعمل اه بستطدم عشان اعمل ما بين حاجة والتاني يعني الانترنت يعني ما ما يعتبرش البرتوكول دو من خلالها بقدر بيتواصل الاجهزة مع بعضها بيتتطفق على طريقة معينة في التواصل وبدونها مش هيقدر تتوصل لك المسج بتاعتي او تستقبل اي مسج من ايه من اه من شخص تاني فالبرتوكولات بشكل عام في الحال يوميا طريق التواصل واتفقنا ان انت في العالم النيتورك عشان تتواصل الاجهزة تتواصل مع بعضها شركة دي اللي عملت اجهزة وشركة اي بي ام عارك اللي عملت اجهزة فلازم انت اتفق مسبقا على نوع البرتوكولات اللي هتم في بيها نقل الداتا من الاجهزة الى الاجهزة دي مدام وحدنا طريقة البرتوكول في نقل الداتا فطبيعي هيحصل ما بين جهاز اللي بشعل شركة دل وما بين الجهاز اللي صنعته شركة اي بي ام خلاص؟ فيبقى دي مدام اتفقنا على طريقة النقل او طريقة التواصل يبقى سهل الكميونيكيشن فيما بعد لكن لو حضرتك بتشتغل ببرتوكول او انا بتشتغل بطريقة مختلفة عن طريقة بتاعتي فمش هيحصل ما بيننا وبين بعض عملية ايه تواصل وبالتالي الاجهزة مش تبقى مع بعض حتى في الاندستوريال نتورك بتاعتكم الاجهزة عشان يحصل ما بينها وبين بعضها هتلاقي في برتوكولات معينة لازم تتوفر في الاجهزة داية عشان يحصل ما بينها وبين الماشينز وبعدها طيب كنا ضربنا اجزامبل المانا اللي فاتت بالهايبر ترانسفير برتوكول هايبر تكس ترانسفير برتوكول منا طلع تفتكري كانوا بيعمل ايه البرتوكول دا منا على ما منا تفتح المايك مصطفى هاني انا بنقع اسامي عشوائية فما حدش تخضي يعني اه 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 سامعك كده اه اريتكم تسأل عن هايبر تكس اه صصص مالا تفتق ان هو كان طريقة اوصل ما بين الاصفر ما بين الاصفر انا بعاصل ما بين ايه الاصفر انا هو هو بيشتغل في الاصفر بيحتاج حاجات اه من الان بيحتاج بس بيحتاج برتوكولات ثانية في الان بس احنا للمرة فاتت يا منا. ما تزوغيش. تمام? وعمر ناصر اه عمر ناصر. ممكن يفكر معانا في اللي جابة. الناس دي كانت حاضرة معانا ما الفاتوى? ولكن انا عندها ساكاشن. طيب المايك بتاع منا مش سمعينيك لو انت بتتكلمي. ناشي. حسن. طيب. حد من اللي عنده فكرة من المرة اللي فاتت. يعني ايه? بيعمل ايه? ووظيفته ده ايه? السؤال ليكو عمتا يعني اي حد ممكن يجاوي. هو ده البروتوكول اللي مفروض من السؤال عن ريكوستو ريسبونز ان هو عن الويب بيج انها تحمل عندي. اه يعني انا لما ابقى فاتح ويب امبليكيشن او ويب براوزر. واستدعي صفحة معينة فهو المسؤول عن نقل التكست والامجز او الابجكس الموجودة في الصفحة. ويبعت لها ريكوست انها هتبتدي تتحمل عندي ويا ارسالله عملت ايه? ايه ده واللغة التكست دي على البراوزر والامجز اللي موجودة في الصفحة. حتى احنا فتحنا كده المرة اللي فاتت. لو انتو تفاكرين معايا. ادي الصفحة بتاعة الايه? قمنا قلنا كده. انه مسلا قلت لكم اصبع وي مسلا. لو انتو لاحظتوا ان الاسم المكتوب ده لو درست عليك لك. جاست ان هو هتلاقيه فيه عندنا برتكول قبل الـ URL. المقطع ده كله على بعضه URL. ده البرتكول المسؤول عن منادات الـ URL دوت او الـ domain name دوت او الباص ده. فالبرتكول هنا هو اتش تي تي بي اس. وقلنا الفرق ما بينهم السيكيوريتي. ان دوت بيينكريبت الداتا في اسناء نقلها. ودوت بينقل الداتا في صورة كليور تكست. طب هو الايه الـ HTTP في الاساس? ادي صفحة. روحت بدأت اعمل لها ده والنود عندي نوات. فبنتقلت لي مجموعة من الصور ومجموعة من الايه? ومجموعة من التكست. طيب فان شاء الله على مدار الشابتر دوت هنبتدي نتعرف على الـ HTTP والـ behavior اللي بيقوم بيه اثناء نقل الداتا والـ FTP الـ file transfer protocol. اللي هو مسؤول عم نقل الفايلز نفسها. وبعد كده برتكولات الـ e-mails SMTP والـ POP3 والـ IMAP. وبرتكول الـ DNS او domain name system. ونشوف بعد كده ازاي تكريت نتورك او تكريت تكريت الناس الـ programmers بقى اللي بتستخدم الـ applications بتاعت النتورك ازاي تكتب كود نتورك. طيب. هنشوف بعد كده بالتفصيل بقى ايه هي الـ applications زي كـ example كده الـ applications اللي هي اللي انتم بتشوفوها في النتورك. طبعا لو ضربنا امثلها يعني الـ examples يعني على سبيل المثال مش للحصر. فالـ e-mails او outlook ده برنامج بيشتغل كنتورك. الـ web و الـ web browsers. text messaging, remote login. الـ b2b file sharing, multi user network gaming. كل الـ examples اللي انتم شايفينها قدامكم ديت. دي example الـ network applications. تختلف طبعا عن الـ desktop application لانه ممكن يكون منها اللي بيشتغل as a network وممكن اللي بيشتغل منها بيشتغل اللوكالي. معظم الموبايل بتبقى network application حتى لو كانت مبتحتاجش لها انترنت. طبعا اندخلوا فيها فكرة الـ networking عشان يبقى فيه دعاية. او في بيحصل الـ application في اي وقت من الاوقات لو حصل corruption دي او حصل update ليه يوصل لك اه اخر تحديث. فحتى لو كان مثلا الـ application فهو محتاج يكونكت فيه مع بعد على الـ network عشان ايه. على الانترنت على السايت بتاعه عشان يريتريف الـ update. ويبقى compatible مع آخر اديشن عملته الشركة. وعشان يطمن دايما ان حضرتك بتماتش الكابيرايت بتاعت الايه. بتاعت الـ application. انت اشتريت الـ application ده ولا لأ. طب ليك حق استخدامه ولا لأ. فدي بعض الـ البرامج بتبقى بتحط layer of communication عليها عشان خاطر تبقى فيه communication ما بينها وبين السيرفر الـ hosted ليها او السيرفر اللي عامل لها update. طيب. طيب. نشوف بقى بعد كده هو creating a network application. احنا شوفنا الـ design ده او المنظر ده. وقلنا ان احنا اسسناه لجزئين. في عندنا حاجة اسمها الكور نيتورك. ودي مجموعة الـ switchات والـ routers اللي موجودة في الكور. اللي حضرتك مش directly connected بيها او directly in touch with it. لكن انت directly connected مع الحاجات اللي بتلاقيها عندك في الـ home او المؤسسة direct switchات او الـ routers اللي موجودة عندك في البيت. وبتشوفها في الدقيقة بتسميها الـ end system. فدي الـ end system بتاعتنا. ممكن تكون اجهزة computers ممكن تكون اجهزة tablets او mobiles او ممكن تكون حتى سيارة او تلاجة او iot device. وتبقى المهم ان هو يكون متوصل بنتورك والنتورك ديه. عشان تتوصل بالانترنت لازم تروح للـ ICB وبالتالي في مجموعة routers بالتالي ما بينها وما بين بعضها. عشان تروح تنادي على اي غسط موجود في العالم من خلال الانترنت. ممكن تكون السيرفز ديت موجودة local على الماشين. فانت مش محتاج الانترنت. وممكن تكون موجودة في another location. وموجودة في another site. فانت محتاج للانترنت عشان يحصل communication وتوصل لها. فالـ application عشان يأم نوعين. يأم سيرفر. فحضرتك عشان توصل للسيرفر بتاعك. السيرفر دوت اللي موجود في مكان تاني فلازم بتحتاج النتورك ديه. وتقدر تبعات له وهو يبدأ يعمل لك لودنج للإيه? للداتا اللي انت طلبتها. ويبعات لك response. ويبدأ يلود الكويري اللي انت طلبته او الداتا اللي انت طلبتها. عشان الناس تصمم معين بالشكل دوت. لازم تكون تفاهمة طبيعة الـ OS اللي هي بتتعامل معها. فهنا هو حضرتك بتتعامل مع operating system خاص بإيه? مثلا ممكن يكون ويندوز. ممكن يكون لينكس. ممكن يكون ايو اس. ممكن يكون اي نوع من انواع نظمة التشغيل اللي على الاجهزة. ممكن يكون اندرويد. فدي اجهزة بتاعتنا. طب اللي موجودة بقى في الكور نتورك. دي اكيد برضو بتبقى مسؤولة عن بتاعت الايه? الروترز والسويتشيز دي بينهم بعضها. فعشان تصمم برنامج لازم تكون اوير بالايه? بالاوبراتنج السيستم اللي انت بتشتغل عليه. ففي عندنا نوعين عشان تكتب برنامج. اما حضرتك البرنامج دوت بترنه على ال. او بترنه في الكور. فبحتاج ال. الكممينيكيشن. بحتاج اما يترن على ماشين بتاعتك او يكلم الانترنت. ويوصل منها لمكان تاني. حتى مهندسين الشباجات نفسهم لما بيجوا يعملوا يصمموا برامج لازم يبقى فاهم طبيعة الـ IOS بتاع الـ Router أو بتاع الـ Operating System عشان تبدأ تكومينيكات معاه وتبعث له Command معين وهو يتنفذ الـ Command ده عليه أو تخلي فيه Application معين يمانج مجموعة الـ Routers والـ Switches دي لما تكبر حجمها عن الحجم العادي فبالتالي إحنا شغالين فين في أي وضع من الأوضاع أو في أي layer من layers إحنا شغالين في layer 5 حاليا تمام؟ فالـ Communication بيتم من خلالها ما بين الـ End System ما بينها وبين بعضها طيب وزي ما قلنا في عندنا نوعين من Architecture بالنسبة للناس اللي بتصمم Application يأما بتصمم Client Server Application يأما بتعمل حاجة اسمها Beer-to-Beer Application إيه الفرق ما بين الـ 2 دولتين؟ يعني هي كلمة Server في الأساس ويعني هي كلمة Client الـ Client هو اللي بيبعث Request والـ Server هو اللي بيرد بResponse بائز جداً، الـ Client دائماً هو اللي بيحتاج Service والـ Server ده هو اللي بـ Provide Service دايد لو احنا تكلمنا على الـ Server بشكل عام كنا يمكن في المحاضرة الثانية أو الأولى يعني عرفنا عن إيه Server أو Physical Server Server ده Device أو الـ Hardware بتاعه جهاز يبقى عليه مجموعة من الـ Services بيعمل لها delivery للـ Clients اللي بيطلبها يعني أي Client بـ Request Service بيبدأ يوصلها له السيربر كـ Hardware هو جهاز بيبقى موجود عندنا في الـ Data Centers دائماً بيبقى محتاج location مخصص ليه للـ Service، فبالتالي محتاج إن السيربر بتاعي يتوصل بمصدر طريق عربي على طول الجهاز بيعي ما بيضطفيش 24 ساعة في الـ 7 days في نفس الوقت بتكون الـ Capacity والـ Performance بتاعه أعلى من جهاز الـ Clients بكتير، على مستوى الـ Operating System الـ Clients بيختلف على السيربر في مجموعة السيرفزيز اللي موجودة عليه هل مقدرش أقول على أجهزة الـ Clients إنها تنفع تكون سيربر؟ الأجهزة بتاعت الـ Clients نفسها فيها background service بس مش زيها زي السيربر بتخدم مين الأجهزة الـ Clients دي؟ بتخدم الجهاز نفسه بيخدم الراجل اللي قاعد على المشين نفسها لكن ما بتخدمش مجموعة من الـ Clients اللي حواليها ممكن يحصل ما بينك ومن أجهزة فبتبقى أنت سيربر للـ Clients اللي بيكلمك وهو سيربر لي وانا بكلمه لكن مني لو احنا بنتكلم على الموضل الأول اللي هو الـ Clients Server Architecture فأنت الـ Application بتاعك بيبقى centralized على السيربر ده وحضرتك بتبعت request عشان تطلبه وتستقبله على جهاز الـ Clients once in the server سمحلك بكده فده أول نوع من أنواع الـ Application اللي بتحتاج communication ما بين الـ Clients وما بين الـ A السيربر الجهزة السيربر ديت دايماً بيبقى لها عنوين سابتة فمش معقولة حضرتك تطلب request من مكان أنت مش عارف هو فين بالزبط فلازم العنوان بتاعه يبقى fixed فإحنا عارفين أن الأجهزة بتتكلم مع بعضها من خلال عنوين هنعرف بالتفصيل فيما بعد يعني إيه الـ IP ولكن استلاحاً دلوقتي أن كل الأجهزة بتاعة المتصلة بالإنترنت بتاخد identity أو بتاخد عنوان العنوان ده عبارة عن رقم يونيك ما بيتكررش في الـ Network والمفروض أنه ما بيتكررش على مستوى العالم وهنعرف إزاي ما بيتكررش على الرغم أن الأجهزة في بعض المؤسسات بتلاقي المؤسسة بتاخد بعض الأرقام ومؤسسة تانية بتاخد نفس الأرقام ومال إزاي دي بتتواصل مع ديت إن شاء الله طباعاً هنعرف هي بيحصل لها ترانسليشن إزاي لكن مبدئياً دلوقتي أنا محتاج أن كل الأجهزة اللي موجودة معايا في الـ Network يبقى ليها identity وعارف أتواصل معها مش هتواصل مع جهاز رقم واحد أقول له يا بيسي وان وجهاز اتنين رأقول له بيسي توك محتاج الأدرس اليونيك اللي يميز لي جهاز رقم واحد عن جهاز رقم عشرة عن جهاز رقم مية وحكذا ففيه استلاح اسمه الـ IP أو Internet Protocol وهو العنوان الرئيسي اللي يبقى موجود على كل الأجهزة بتاعت الـ Network والـ IP دوت اللي من خلاله الأجهزة بتتواصل ما بينها وبين بعضها فلو قلت أن عنوان السيرفر بتاعيه مثلا هو مثلا واحد وطواحد وطواحد ده الـ IP أو Internet Protocol بتاعه فمش معقولة أن أنا أعارف الـ IP دوت واتواجه بكرة على إيه بقى اتنينات اتنين 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 تمام؟ لو تغير لازم سيرفز تانية تقوم بإعلامي على إن السيرفر دوت تم تغييره فقلمة لما بيحصل تغيير للمنجموات السيرفر ديت طبعا بتبع على فترات طويلة لكن بتاخد حاجة اسمها static IP يعني حضرتك بتثبت الـ IP address اللي خاص بالـ servers ديت وإنت اللي بتطلبها هل أنا مطلوب مني أن أثبت الـ IP address للجهاز الـ client؟ لا عادي أنت مش مطالب أن حضرتك تثبت الـ IP address ومش دي الـ best practice في الأجهزة اللي أنت بتتنقل بيها يعني أنت اتصلت بشبكة واي فاي في البيت وخدت اللابتوب بتاعك وروحت الجامعة وخدت الموبايل بتاعك وروحت الكافيه وكل شوية عمل بتتصل بشبكة مختلفة عن الشبكة التانية فإنك تثبت IP address محدد للجهاز بتاعك سواء اللابتوب أو الموبايل أو التابلت ده كده ممكن يسبب لك مشكلة ده لو إنك بنتكلم على الـ clients لكن لو إنك بتتكلم على مستوى السيرفرز اللي أنت بتروح تشاور عليها فلازم دايماً وأبداً يكون لها fixed IP أو fixed address سهل الوصول إليه من أي مكان في العالم انتفقنا يا جماعة حتى عنده مشكلة لغاية دلوقتي فلو إحنا بنتكلم بقى على النوع التاني من الـ architecture اللي هو الـ B2B أو الـ B2B بيبقى الأجهزة ما بينهم ومن بعضهم الـ communication بتـ act as a server with client في نفس اللحظة فلو إن حضرتك بتشير مجموعة من الفايلز مع جهاز تاني تمام؟ فأنتم مش محتاجين سيرفر وسيط محتاجي بس إن أنا أبعت والجهاز التاني يستقبل وهو لما يستقبل يقول أنا استقبلت أفتح الـ connection معاه أنا خلصت أقفل الـ connection معاه الـ connection في الـ applications ديت مش محتاجة وسيط أو مش محتاجة center location يـ host الـ application ده بتبقى فيها self-scalability ما بينها وبين بعضها بتقدر تـ act as a server وact as a client at the same time طيب انتو أكيد حد منكو اشتغل بالـ applications ديت ممكن يضرب لي مثال كسواء client server أو كـ peer-to-peer application مين اللي يقدر يضرب لي مثال في الأول على أجهزة زي example زي client server نقول مثلاً أحمد أحمد حسين عشان نحدد بقت اوكي او انا عايز أحمل ويب بيتج عندي فلازم أبعت لا أنا بقول لك دراب لي مثال اسم application انت اشتغلت عليه يعتبر من الـ applications the client site application client server application facebook مثلاً ما يعمل تمام الفيسبوك ده موجود في أمريكا وحضرتك بتنزل الـ application دوت locali على التليفون أو على اللابتوب او بتفتحه حتى من web browser المهم الـ request بتاعك بيروح لغاية الفيسبوك في أمريكا ويرجع لك بـ response لغاية الجهاز بتاعك طيب نشوف حد تاني يضرب لنا مثال على الـ b2b application ممكن يكون حد منكم يشتغل عليها مش لازم كلكم هاه انا مش تتغل من المسال بس ممكن الـ google form google form لا google form مش بي تو بي بتنزلوا الجيمز بتاعتكم من اين? من البلاي ستور? مناشي ده ده الليجل بقى الطريقة الليجل. طيب كلكم بتشتيروا ما شاء الله عليك الجيمز وكده وبتشتغلوا بالبرامج مجانية. طيب. بحدش راح نعم. بيو تورنت. من اين صوت هطلع اهوه ما شاء الله ايوة. بدأت من نجيب جيمز وحاجات من التورنت. تورنت دوت احدى الاجزامبلز للاجهزة البيو تو بي ابلكيشن. مجموعة من البيوز بيشير مع بعض بعض الابليكيشن او بعض الوصول. واقدر اننا ضايركلي. اكون لكت على الماشين بتاعته او الجهاز بتاعه واقدر انقلها او هي ايه. اه. بديون الحاجة الوسيط. فالتورنت. او اليو تورنت اه. اه اه. دي اجهزة اه برامج بتبقى بير تو بير أبليكيشن طبعا في الانتربرايس نتوركس احنا بنمنع الأبليكيشن ديت أو اللي هي الكميونيكيشن بالنوع دوت إلا في حدود ليه؟ لأنها بتبقى من لي ما بتبقاش حاجة سليمة أو بتبقى ممكن تحتوي على بعض الميليشياس أو البرامج الضارة الميليشيا السوفتوير يعني يا شباب المالوير يعني برنامج الضار البرامج الضارة ممكن تكون فيروس زي ما خدنا المار اللي فاتت ممكن تكون مالوير ممكن تكون وورم إيه الفرق ما بين الفيروس والوورم الويروس ناشا حسن قول هو حسان مش حسن حسان ما عليش قول الوورم مثلا ممكن أن هو بيدور السوفتوير بتاعي لكن الفيروس ممكن يكون بين المعلومات أصلا من الجهاز بتاعي أو بيسبب ضرر في الجهاز بتاعي الأشخاص طنيا بس الوورم أن هو بيئزي الجهاز بتاعي أو بيئزي السوفتوير ذاتنا صح؟ نا الاثنين بيسببوا ضرر للأجهزة الفيروس بيحتاج برنامج مضر هو بالأساس بس بيشتغل بيعمل بيعمل مجرد بيحصل يبدأ يعمل يحصل الأكشن بتاعه أما الوورم الوورم فهو يعني بيكلم بيبدأ ينشر نفسه بنفسه مجرد أنه وجوده على المشين بتاعتك بيبدأ يكلم النتورك كلها ينسخ نفسه ألاف المرات وينقل نفسه من أجهزة للتانية كمعام؟ فأخطر من هو أخطر من الفيروس في الانتشار وفي الانفكشن لأنه الوورم بيينقل على مستوى الشركة بشكل واسع فالبرامج ديت في البيتو بي عامتاً بتبقى وسيلة النقل الانفكشن من جهاز للتانية فعشان كده مجهزة الفيرول بتبقى عاملة بروتيكشن إنها تقفل الكمبينيكيشن من النوع دوت طبعاً اللي بيحابي بيسمح يسمح بس ايه من اللي بتلاقي الابليكيشن ديت ممكن تسبب مشاكل عندنا فبنقفلها في الأساس طيب طيب يبقى احنا بالنسبة لنا ما بين السيربر والكلاين عرفنا إن السيربر هو جهاز بيبروفايد سيربس والكلاين تدوت جهاز بيريكويست السيربس أو هو بيينيشيات الايه الريكويست بيبدأ في عنده بروسس على مستوى الكلاين بتبدأ تينيشيات الكممينيكيشن ما بينها وبين السيربر والسيربر هو اللي بيبدأ ينتظر اي الريكويست من اي يوزر ويبعث له الريسبونس بتاعه تمام طيب نعرف بقى الكلام ده بالتفصيل مثلاً لو على مستوى الجهاز بتاعي مثلاً على كده نفتح فأي جهاز الجهاز من الأجهزة بتاعتكم كنا فتحنا فيها نتبقنا الجهاز بتاعي حتى لو مش متوصل بانترنت تمام فهي مجموعة من السيربيزيز موجودة عليه أشوفها ازاي أنا ممكن اي اشوف اتابع في التاسك مانيجر كده اخر حاجة ايه ده كل السيربيز ديت موجودة ومفتوحة عندي على الجهاز على الرغم ان انا بكلمك على ماك اعتبر الجهاز بتاعي دوت مش محتاج ان انا مش بردم حد برد ولكن هي بتخدم الابليكيشن اللي موجودة على الماشين نفسها فهي بتاعت ازاي ازاي السيربر للابليكيشن اللي بيكلمها فبيينشيات حاجة اسمها البروسيس البروسيس ديت بتنادي على سيربيز معينة في البرنامج البرنامج الباوربوينت اللي انا فتحه محتاج سيربيز معينة تخدمه الجوجل كروم محتاج سيربيز معينة تخدمه فلو انت فتحت التفصيلا كده بليان بلاوي اللي اياكم مثلا الفايرفوكس وشوفنا البروبرتز بتاعته هتلاقي اسم الابليكيشن نفسه فين واللوكيشن بتاعه لنشوف الديتيلز بتاعته عايزين حاجة كده بس ايه تكون مفتوحة مثلا ديت يا ابني اسبر اهام ركي مين عليها كده لو انت لاحظت كده وقت ايه هتلاقي عندنا بتاعتها او ان انا افتح بتاع الفايل ده شلال منين بالظبط او ان انا كمان ان انا اديها اكتر كل بروسيس من البروسيس اللي موجودة ديت ممكن حضرتك تكون بتاخد من الميموري بتاعتي بتاخد من البرفورمانس بتاخد من الديسك بتاعي فأنا ممكن ازود باليو بتاعت اللي ايه الريسورس ديت انا محتاج بس افتح حاجة اسمعها مش 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 كلا بقى اهي لو انا دست على خط التفصيل من تفصيل البرنامج اللي بشجال دوت هلاقي البرنامج نفسه لبروسيس اي دي رقم كل برنامج بتران ممكن يشتغلوا اكتر من بروسيس تخدموا طبعا بروسيس بتعمل لها رانيج في الميموري وال cpu فبياخد رقم تمام بيحجز لنفسه جزء من الميموري وبيحجز لنفسه ايه performance من cpu ومين اليوزر اللي بيمانيج الكلام دوت طبعا ريش اللي بتاع طلع نزل عشان ايه مجموعة الحاجات اللي شجرال طبعا ايه تاني او لاحظتوا ان كله ايه مختلفة عن التانية في الايه في الالوكيشن من الميموري والالوكيشن من الايه من البروسيس طبعا يبقى احنا هنا هوات انا محتاج اعرفكم بس ان كل الابليكيشن الابليكيشن اللي شغالها ديت هتلاقي ليه هنا هوات اما مجموعة بروسيس تري شغالها معا في نفس اللحظة هي اما حضرتك محتاجة نفسها بتنادي عليها وبتشغالها والسيربس دي لها اي دي معين من خلالها بقدر البرنامج يشتغل او لو سيربس وقفة فالبرنامج بتاعها بيبقى مقفوظ طبعا نرجع بقى للبروسيس بتاعتنا او السلايدز بتاعتنا فهتلاقي عندك كلمة بروسيس معناها ده برنامج شغال عندي في الهوز فانا محتاج له بروسيس تقوم بإنيشيات الكممينيكيشن انها تإنيشيات الكممينيكيشن وتستقبل المسج او تبعت المسج بتاعتها ما بينها ما بين الاجهزة وبعضها طيب بالنسبة للاجهزة البيتو بي اتفقنا ان هي بتعمل الحاكتين في نفس اللحظة بتبدأ تبعت تسند وتريسيب في نفس اللحظة اجهزة السيربر بتبقى العكس بتبقى مجرد بس بتبقى منتظرة فقط للايه لان البروسيس دي تترن في الباكجراون وانس ان حد طلبها من بره النيتوورك فيرد عليه على حسب الريكويست اللي جاي له من الكلائنت طيب هل لو حضرتك رنت برنامج على مستوى النيتوورك هيروح يكلم مين بالزبط في النيتوورك دايه احنا اتفقنا ان الاجهزة لو احنا دول جهازين بيكلموا بعض تمام الجهاز رقم واحد دوت حابب يكلم الجهاز رقم اتنين طيب الجهاز دوت فتح براوزر ورح طالب موجود على الجهاز رقم اتنين ازاي هوصل للأبليكيشن اللي موجود على الجهاز رقم اتنين فالناس تفكر معايا كده هوت بلوجيكا لي كده هوت يعني انا انا قاعد ككلاينت قاعد على الجهاز رقم واحد وفي عندي موجود على جهاز رقم اتنين وما بيني وما بين بعض فيه نتوورك او ممكن تكون او ممكن تكون انترنت انا عايز اللي بتمشي لغاية ما اوصل للجهاز رقم اتنين دوت مش بقولكوش رحقولي الرسمة ولا كوش دعوا بالرسمة اللي موجودة الناس وصلت مني ولا الصوت مش واضح حد عنده اجابة للبيهيفيور اللي بيتم اتباعه في حالة الكممنيكيشن ما بين واحد عليه ابليكيشن تمام والتاني بيطلب الابليكيشن ديت يعمل الاتنين دولار عليه هم مسينجر مثلا وحبين يكلموا بعض عشان يكلموا بعض ايكلموا بعض ازاي او الجهاز دوت عليه ملفات والجهاز ديت هيفتحها عن طريق الفايل شيرينج مسلا مش المفروض كل يوم نفس بروتوكول فخلاص اتنين على طول نتكلمش بروتوكولات كده والتعال نتكلم كده في الاساس ان في اتنين بيكلموا بعض هيكلموا بعض ازاي لازم احد يطلب في الاول او عايز هيطلب اللي هو عايز ويطلبه من مين مش لازم يكون عارف الشخص اللي هيكلمه اه ايوة اتفضل هشتغل اوب تو داون بعد كده من التفايس التاني اشتغل يعني مسلا من الابليكيشن هطلب بورت نمبر معين منه بعد كده في النتورك احدد بتاع الجهاز انها اوصله بعد كده من اللينك او ممكن احدد بقى الماك ادرس بعد كده من الفيزيكال بقى اوصل الناحية التانية بقى ابدأ من الفيزيكال يتكلمه مع بعض فاحمد اقترح ان الشخصين دولت لازم الشخص دوت يبقى عارف الشخص اللي هيكلمه مين الاول ومدام عرف الشخص اللي هيكلمه فبينادي عليه بينادي عليه يعني هو عارف عنوانه يعني احنا دلوقتي لو بنتكلم على جهازين فاكيد الجهاز القم واحد ده عشان يكلم جهاز تاني فاكيد هيكلمه من خلال العنوان احنا اتفقنا ان العنوين في الانترنت ما بتكون شيء مجرد اسماء مش عشان عندي في النتورك بتاعتي اجهزة ممكن كذا جهاز في النتورك اسمهم بي سي وان عادي يحصل بتحصل لكن النتورك بتاعتنا ما ينفعش اجهزة تكون تحمل نفس اي بي او تحمل نفس الادرس العنوان ليه عشان اعرف اتواصل ما بين الجهاز والتاني لازم يكون كل جهاز لأدرس مختلف عن التاني فجهاز رقم واحد لما يكلم جهاز رقم اتنين هيكلمه بالأدرس بتاعه رقم واحد هيبتدي يقول يا رقم اتنين لو سمحت في عندك امريكيشن معين انا عايز اكلم السؤال التاني اللي انا سألته انت رحت لجهاز رقم اتنين جهاز رقم اتنين من الابليكيشن وهو ايه عرفه ان انا رايح اكلم الابليكيشن رقم خمسة رقم ستة رقم سبعة فاذا اللي انا بقولولك دلوقتي ان انا عشان جهاز يكلم التاني محتاج حاجتين مش حاجة واحدة محتاج ادرس محتاج عنوان الجهاز اللي انا بكلمه ومحتاج رقم البروزيس اللي هتم هناك رقم البروزيس اللي انا هكلمك به فانا عشان اكوميونيكيت معاك محتاج حاجة اكريات حاجة اسمها السوكت فالسوكت عبارة عن بروزيس اي دي تمام وحتاجه بورت نمبر محتاج حضرتك الائي بي ادرس اللي موجود عندك وموجود ورقم البورت نمبر اللي موجود على الابليكيشن اللي شغال عندك عشان اقدر اقنشيط او اكريات سوكت هي وسيلة اتصال ما بين ابليكيشن موجود على الجهاز رقم واحد وابليكيشن موجود على الجهاز رقم اثنين فانا لازم ابقى عارف عنوان الجهاز رقم واحد وعنوان الجهاز رقم اثنين والبورت نمبر بتاع الجهاز اللي بيطلع منه الابليكيشن ده والبورت نمبر اللي طالع منه الابليكيشن في جهاز رقم اثنين يبقى السوكت دوت عبارة عن بروسس بيتم إرسالها أو استقبالها فصولة ميسجز من وإلى سندر والرسيبر تمام السوكت ديت عبارة عن إيه السوكت دي بروسس ID ووجود على IP address أو جهاز لعنوان وبتكلمه من خلال بورت نمبر معين فأنا محتاج عشان كرية السوكت إيه محتاج حاجتين IP address ومحتاج بورت نمبر ومن ساعتها once إن حصل بقى كرييشن السوكت دي أقدر أبعث المسجز بتاعتي هيبقى فيه طانل ما بيني وبين اللير اللي موجودة هنا الـ application layer اللي موجودة على الجهاز الرقم 1 والـ application layer اللي موجودة على الجهاز الرقم 2 فبيتكلموا من خلالها ما بيتطهش بقى المسجز بتاعتي في السيكت ليه؟ لأن أنا عارف مين الجهاز اللي أنا هبعث له الـ data ومين الجهاز اللي أنا بستقبل إيه منه الـ data خلاص يا شباب؟ ومن شوية قلت لكم ان العنوان اللي أنا رايح له دوت لازم يكون عنوان يونيك في النتورك ما بيكونش متكرر طب العنوان ده أضمن عدم تكراره ازاي قال لي عشان نضمن عدم تكراره هنشتغل ببرتقول معين في النتورك اسمه الانترنت برتقول اسمه IP address وده بيدي للهوست رقم عبارة عن binary number عبارة عن 32 bit طبعا احنا بنعمله representation في صورة decimal number عشان نسهل كتابته وقرأته لكن هو في الاساس هو عبارة عن 32 bit متقسم لتمانية bytes كل octet منهم كل octet منهم عبارة عن 8 bits خلاص فممكن يكون الجهاز بتاعنا اواخد رقم مثلا 128 ضد 119 ضد 245 ضد 12 ده عنوان لكن عشان اوصل للابليكيشن الويب ابليكيشن اللي مفتوح عليه لازم اطلع اجويله من بورت نمبر رقم 80 يبقى البورت نمبر ده زائد الادرس دوت انا محتاجهم هم هم الاثنين عشان يكريت حاجة اسمها الايه السجد ايه الاي بي ادرس تاني الاي بي ادرس هو عنوان للاجهزة بتاعت اللي موجودة في النتورك بقدر من خلالها اكوميليكيت الاجهزة بينها ومن بعضها في شابتر 3 ان شاء الله هنعرف ازاي الرقم ده بيتكون بس مبدئيا دلوقتي ما عليك تبقى عارف ان الادرس ده هو مكون من اتنين وثلاثين بيتس ومكتوب في صورة ايه اربع اكتت كل اكتت منهم عبارة عن ايه ايت بيتس اربعة في تمانية باتنين وثلاثين ماشي طبعا هو معموله في الشكل دوت في صورة ديسمال نمبر المية تبانية عشرين ده رقم ديسمال لكن هو في الاساس زيرو 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 وان 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 وهكذا وكل الاجهزة بتتعامل باللغة تمام في الكممينيكيشن ما بينها وبين بعضها يبقى احنا لغاية دلوقتي احتاجين نبعث رسالة لجهاز لي ليها ايدنتفاير متعرف عندي في النتورك فليه ايدنتفاير معين فالايدنتفاير اسطلاحا اطلقنا عليه لبز الاي بي ادرس وعشان الجهاز دوت عليه بروسس كتير وعليه ابليكيشنز كتير فكل بروسس ديت ليها اي دي طبعا عشان اخش للبروسس ديت اخشي لها من قانه بورت بحتاج بورت نمبر اكلمها من خلاله فباي ديفولت لو حضرتها بتتكلم اتش تي تي بيه ففي بورت نمبر ديفولت اسمه بورت تامانين بحتاجينه عشان اكلم البروسس اللي موجود على الجهاز بتاعي فلو انا رايح اكلم سيرجور وبالبرتوكول بتاع ال الاتش تي تي بيه هيتكلم على بورت رقم تمانين طب لو انا حابب اكلم الميل سيربس فباي ديفولت كده البورت نمبر بتاع الميل سيربس بتاعتي بتبقى رقم خمسة وعشرين محتاج مسلا اكلم ديه خمسين خمسة وخمسين ولا حاجة وخمسين مشتون تذكر محتاج اكلم بالفتي بي محتاج بالبورت نمبر على خم واحد وعشرين ففي بورت كتيرة جدا لمجموعة السيربيزيز بتعتبر اذا ديفولت بورت هل ينفع هاير البورت نمبر ينفع وده الناس بتعمله عشان الناس عرفة بتاعة البورت ده عبارة عن مدخل او مخرج للجهاز بتاعي بقدر ابعت عليه الريكوستات واستقبلها من خلالها فلو لاحظت طبعا في قفلته مش مشكلة ان احنا كل بروسيس لها اي دي معين لما يجيلي الجهاز يطلبها او يجيلي الابليكيشن دوت يطلع يطلب بروسيس تانية موجودة في جهاز تاني بيخرج من بورت نمبر معين وبيكلمها على البورت نمبر بتاعها تمام دي القصة بتاعتنا يعني بشيء من بدون تفاصيل لغاية من شواء الله ندرس بورتوكول او الانتررات بورتوكول بالتفصيل في شابتر ثلاثة بإذن الله حد عنده سؤال دلوقتي دكتور طب هو مش الابي ادرس كده محدود ولا الاحتمالات بتاعته كثير كويس جدا وده سؤال حلو قوي احنا حاليا اديناك اديناك بس من نوع من الانواع الابهات اللي اسمها الابي برجن فور فالابي برجن فور اتنين وتلاتين بت يعني لو انا قلت ان هو بايناري اعمله في صورة بايناري فهو اتنين قس اتنين وتلاتين رقم اتنين قس اتنين وتلاتين اي بي ادرس هم المتاحين على مستوى العالم كلهم صح فهل العدد ده كافي انه يشغل اجهزة العالم كلها الاجابة لا فبالتالي الابي برجن فور نوت سفيشنت انه هو يفضل شغال معنا لغاية دلوقتي طب ايه الحل لحضرتك فيه فيه بعض الحلول تمت تمام زودنا بيها الرنج بتاع الابي برجن فور ووفرنا بيه الرنجات دي وفيه حل تاني قلوة ان احنا اشتغل برجن مختلف الابي برجن سيكس ففيه عندنا اصدار جديد بقى ارقام مهولة بدل ما اشتغل ب32 بيت لا اشتغلت ب 128 بيت شوف الرقم اللي هو 228 بكام وانت تعرف الرقم ده من كمان من كام طب قول لي ان هو احتمال في يوم الايام مش هتخلص لا هو فيه كتير جدا ممكن اقول ان هو وجاهز ان هو يحصل له في اي لحظة لو حضرتك نعم فمشي نخش في تفصيل الايبهات دلوقتي ولكن سؤالك سليم او كلامك صح ان هو محدود 2232 ده رقم صغير جدا ماشي تمام وممكن برضو مثلا اللي هو يتوصل مع آه تمام مفيش مشاكل شكرا طيب الابليكيشن دير بورتكول ديفان طيب بنكمل شغلنا على الابليكيشن دير زي ما اتفقنا ونشوف فيها مجموعة البرتكولات اللي هي شغلة فيها حاليا ان احنا محتاجين على مستوى اللي يرضيت ايه ان انا اكتب ميسج او اعمل مجموعة من الميسج يعني ابعت ميسج من عندي ويستقبلها الجهاز الريسيبر او يستقبلها الديستينيشن بتاعت فانا بابعت ريكويست اني افتح ما بيني وبين الجهاز التاني ده والطنل للكوميونيكيشن وانس ان حصل انيشيشن الطنل دي بيجي للرسبونس اه نفتح نتكلم مع بعض او امنع تماما وتبرا كان النوع الريسبونس ايه فايا هكمل الكلام معاك يا اما مش فاضي زي ما حضرت بتلاقي حد في الشرق كده احيانا يوقفك قولك ممكن ديها لو سمحت ممكن خمس دقيقة لو سمحت مش فاضي لك وتمشي طبعا عندنا منتجات جديدة وبتبيع مش عارف ايه يا عم خلاص فبتمنع معاك كلام من اول ده في النتورك بتاعتنا برضو يا اما حضرتك اجهزة بتسمح لك في الكوميونيكيشن اما بتمنعك من انك تتكلم معاها في الاساس او تتكلم معاها بحدود يعني ايه بحدود يعني بورتوكول معين يعني بورت معين انا فتح الكوميونيكيشن ريكويست ده بأي لحظة فالمسج بتاعتنا بتتبعت بصورة ريكويست ويجي لك الريسبونس بتاعك عليها طبعا البرتوكولات اللي احنا بنشتغل بيها في نوعين منها يا اما بورتوكول متعارف عليه وتم اعتماده عن طريق الار اف سي ريكويست فور كومينتز يا اما بورتوكول خاص بشركة معينة زي شركة مثلا فعشان تقدر تتعامل معاها لازم تشتري حضرتك عشان تشغله في جهاز من الاجهزة بتاعتك لازم يكون انت شاري الابليكيشن نفسي او شاري البرتوكول نفسي فدي نوعين الانواع بتاعة البرتوكولات اللي موجودة عندنا في فدي يا اما حضرتك بورتوكولات او استخدامها زي ما انت عايز يا اما زي ايه زي البرتوكول او الاس ام تي بي اما هو بورتوكول محدود الاستخدام بينخسر بس استخدامه على المالك فقط اللي هو صنع البرتوكول ويقدر يبيعه ويديك حق مركياته في حالة انك اشتريت الحقوق دي طيب محتاجين بقى نشوف البرتوكولات دي هتتكلم هتتنقل للليارز اللي بعدها ازاي محتاج حضرتك عشان اتكلم ببرتوكول معين محتاج مساعدة من الطبقات التانية محتاج حاجة تنقل الديا محتاج وانا بنقل الديا أطمن انها تنقل فوات مفتل محتاج وانا بنقل الديا انها تتكون بتتنقل بمعدل مقبول ففي عندي ثري في compañسيبس او اربعة viktig كمان في عند الكمسيبط الرابع الاسيجوريتي كمان لازم يكون في اربعة قطي بتحكمني في عملية نقل الديا من اللاير ذي للليار الثانية. فأول نوع أو أول ديفنيشن عندنا اللي هو الـ Data Integrity لازم أطمن في بعض الـ Application أن الـ Data بتاعتي ريلايبل. يعني حضرتك نقلت الـ Data دي وضامن تماما أنها هتوصل للريسيفر. ولازم الريسيفر يبعث لرسالة كمان بيأكد فيه وصول المعلومات. بعض الـ Application ما يهمهاش. زي ايه؟ يهمنيش أن أنا أستقبل أن أنت جات لك المسج بتاعتي ولا لأ؟ طيب هندرب مثال لو أن أنت بتبعت فايل يهمك أن الفايل ده يكون واصل وواصل بشكل كامل ولا لأ؟ هو أنت لو وصلك ثلاثة اربع الفايل هتعرف تستخدمه؟ لا. لأ طبعا لأن أنت هو مكون من أجزاء وأجزاء الملف بتعبر عن الملف لما تكمل. لكن في حالة عدم اكتبالها بيسبب لي Corruption فلازم يكون في عندي Data Integrity تقول أن الملف جالي بشكل كامل في Reliability في نقل الداتا تضمن لي أن الداتا بتاعتي خلاص وصلت ووصلت بشكل كامل. فآه خلاص الفايل تم نقله. لا فيه جزء رقم ثلاثة ما وصلش ممكن تبعته تاني حضرتك فأتطمن أن الأجزاء بتاعت الملف تم نقلها بالكامل وبالتالي يبقى فيه Reliability في نقل الداتا. بعض الابليكيشن زي الابليكيشن بستخدم الأوديو والفيديو بيهمها سرقة نقل الداتا ما يهمهاش الـ Reliability في نقل الداتا. يعني إنت وأنت بتكلم في التليفون ممكن أحياناً يحصل نويز أثناء كلاماً. لكن ما ينفعش إن إنت إيه وإنت بتتكلم في التليفون وجالك أوردر معين إنك تسمع الأوردر ده بعديه بخمس دقايق أو إنت بتتفرج على المطش في التليفزيون. إنت بتشوف المطش وسامع زمايلك النحية التانية بيهلله أصلي فيه جون جيه. طب إنت أنا شفت إش أنت لسه الكرة بتتلعب في رص الملعب. إنت لسه مجاش وقتك عشان تشوفت الكرة وهي بتخش الجون. ففي بعض الابليكيشن بتحتاج في نقلها سرعة ما بتحتاجش في نقلها الريليابيليتي. تمام؟ أو إنتيجريتي. طيب. زي ما قلنا من شوية اللي هي حاجات اللي هي بتاعت الفويس أو الفيديو ستريمينج. دي محتاجة سرعة في نقلها أكتر من إنها تحتاج إيه. الريليابيليتي في نقلها. طيب. ثروبوت برضو بعض الابليكيشن زي الملتيبيديا. ما بتقدرش يتم نقلها إلا لازم يكون الكنيكشن بتحقق بشكل افكتف سروبوت. يعني أنا يهمني إن الخط بتاعي ما يقلش عن مثلا اتنين ميجا. وإلا الابليكيشن مش هيشتغل تماما يعني. خلاص؟ سيكيوريتي طبعا لازم يكون فيه سم سورت أو سيكيوريتي في الابليكيشن. نوع من أنواع الانكريبشن أو الداتا انتجريتي. عشان محدش يعمل اتاك أو ياخد الداتا بتاعتي ويقدر يقراها بشكل سهل. تمام؟ دي البيزنس نيد بتاعتي أو الابليكيشن نيد عشان تتم نقلها. طيب ندي اجزامبل بقى على الابليكيشن دي. الفايل ترانسفير. هل متوقع داتا لص فيه ولا لأ؟ طب لو حصل داتا لص هل أنا أقدر أشتغل بأجزاء من الملف زي قلنا من شوية؟ لا. نفعش. طيب يهمني في الفايل ترانسفير إن الحاجة توصلني بسرعة ولا مش مشكلة؟ تاخد وقتها بس المهمة توصل. توصل كاملة. اه توصل كاملة دي. يعني أهم عندي مش مهم الوقت. فالروبوت أو التايم مش تنستف الموضوع عندي إلاستيك وما يهمنيش عملية الايه؟ الوقت في نقل الداتا قد ما يهمني إن الداتا توصل لي بشكل كامل. فالرليابيليتي أهم حاجة في الموضوع أو الداتا إنتجري. الإيميل نفس القصة. الويب دوكيمنت نفس الكلام. لكن لو جينا نتكلم على الفيديو والاوديو ستريمينج. فمتوقع إن يحصل شوية فقد في الداتا بس مش مش مشكلة. بس تجلي دلوقتي. يعني وانت بتتكلم مع حد وتقول له هي. ما تقفلش المكان النهاردة خلاص. على ما توصله طف كل الأجهزة بتاعته وقفل المصنع ومشي. ده لو إيه حصل ديلي في عملية نقل إيه المعلومة. لازم توصل في لحظتها عشان أقدر أقول إن الموضوع ده إفشنت بالنسبة لي. برضو نفس القصة. وبرضو نفس القصة زي اللي قابليها. لازم ألعب. لازم ولا بشوت الكرة كده هو. أضمن إن اللي قدامي برضو شافها في نفس اللحظة عشان يعرف في إيه. يصدها أو إيه. أو الناس اللي بتلعب معي. زي ما حضرتكم بتعمله مع بعض من خلال الإنترنت. فلازم يهمني السرعة ما يهمنيش الإيه. ما يهمنيش الحتة الإيه التعطيها في بعض الأوقات يعني. بس برضو إيه. يعني الموضوع لوس طوليرانس يعني. يعني مش كل الداتا تحصلها لوسينج في نفس اللحظة يعني. بس يعني في عملية معالجة للداتا لوس يعني. طب. بس في السروبوت لازم ما يقلش عن حد معين. يعني لازم نقل الدات حتى أنتوا في بعض الأوقات في اللعبة كده. بتلاقي البنج عالي. يعني إيه البنج عالي عندك يا شباب. الناس اللي بتلعب. مش عارف. دي نيتروس بيديو. ولا كانت لعبة إيه. الشكل. في كتير. بابشي. آآ بابشي. آآ قلوا البنج عالي. سمعت الكلمة دي كتير من. حبيتها أعرف أنتوا بتقصدوا بيها إيه. فبنج عالي يعني إيه. لتنسي عالية. آآ في لتنسي. فالروبوت في اللحظة دي. بيبقى مش أحسن حاجة. فبالتالي نقل الداتا ما بين الأجهزة وبعضها. البندلس بتاعتي قلت الداتا اللي تتنقل ما بين الأجهزة وبعضها. ما بتروحش في نفس اللحظة. ففي دي لي بيحصل. يعني بيقولك البنج مش مزبوط في اللحظة دي. فالبنج بياخد أرقام عالية. ففي الروبوت في اللحظة دي يبقى مش مزبوط. تمام. التكس ميسجنج نفس القصة ما يهم زي الفايل ترانسفير. يهمني قوي إن الملف يجي لي بشكل كامل. لكن خد وقتك مش قضية. سوري الروبوت مش قضية بالنسبة لي. بس يهمني فيه في الوقت يعني. لازم الميسجنج عاملة زي الإيه إنك بتكلم في التليفون. يهمني إنها توصلك في نفس اللحظات. تاخد دي لي بسيط لكن توصل يعني. ما تقلش عن مثلا ما تعديش. يعني لازم إحزاب من الثانية أو بعض الثواني. لكن ما تزيدش عن كده. تمام يا شباب؟ طيب. ما دكتورة هو مش الإيميل نفس فاكرة الميسج برضو؟ الإيميل زي الميسجنج بس هو ما بيبقاش تكس ميسج. التكس ميسج حاجة والإيميل حاجة تانية. الإيميل بيحتمل نقل صور ويحتمل نقل فيديوهات ويحتمل نقل تكس. الإيميل بيقدر قعد مجموعة داتة كتيرة. لكن التكس ميسجنج جوست تكس في الأساس. طيب. عمله الأنقل الأنقل. هي اللير اللي انت بتكلم عليها دي لير بتاعة أبليكيشن. والأبليكيشن عشان بعد ما بيجهز الميسج بتاعته محتاج يبدأ يعمل لها نقل. وهل الأبليكيشن لير هي مسؤولة عن نقل؟ لا. هي بتستعين بالليير رقم أربعة اللي اسمها ترانسبورت لير في نقلة داتة. طيب عشان نلقل الداتة بتاعتي قعدت تقول لي يهمني إن الداتة بتاعتي إما توصل كاملة إما مش مشكلة توصل في نفس اللحظة إما في ريلايابيلتي في نقلها إما لا يهمنيش طب إيه أنواع البرتوكولات اللي بتساوط الريلاياباليتي أو بتساوط الطايمنج كونترول ولا إيه بالظبط. ففي عندنا برتكولين قلنا مشهورين جدا اسمهم التي سي بي واليو دي بي موجودين عندنا في اللير رقم فور في الترانسبورت لير هم اللي بيستقبلوا للمساج اللي موجودة في الابليكيشن لير وبيبدأوا يقوموا معاملية نقلها لياخدوا المساج من الابليكيشن لير ويحملها سيكمنتيشن يقطعها ويبتدي يحملها يبدأ يجاهز على عملية النقل وهو برضو اللي بيستقبلها في اللير رقم 4 عند الريسيفر ويبدأ يفكها تاني ويجمعها بعد ما انت حضرتك قطع تغالف في السندر يبدأ يركبها تاني ويكمل المساج على بعضها عشان يبعدها للليير بتاعت الابليكيشن عشان يقراها الراجل اللي بيستقبلها تاني فعندي البرتكولين دولت مسؤولين عن نقل الدات طيب البرتكولين دولت يفرقوا عن بعض طيب التي سيبين برتكول كويس اسمه ترانسميشن كنترول برتكول قال لك أنا بصبرت ترانسبورت ما بين السندر والريسيفر فبالتالي لما أي داتا بتتنقل من عندك تلت ساعة تلت ساعة إن شاء الله لما أنقل داتا من عندي أتطمن تماما أنها وصلت عند الريسيفر فالأجزاء بتاعت المسج بتاعتي بعد ما بتتنقل كاملة بيتم تجمعها آه تمام المسج وصلتني بشكل تمام بيضمن لي الفلو كنترول يعني حضرتك السندر مش هيضغى على الريسيفر في نقل الداتا مش هيفضل أنت بتجاء السندر بيبدأ يبدأ الداتا وإحنا قلنا إن بعض الراوترز ليها بفر معين ما بيقدرش يستقبل غيره فلو إن الدنيا الباندويتس بتاعتك محدودة معينة أنت بتنقل بسرقة مثلا 2 ميجا والكامل ما بينك وما بين الراوتر 100 ميجا خط التليفون 2 ميجا بس طب إيه لا يحصل هتبقى فيه كيو في نقل الداتا طب كيو دا لو طول إحنا بنرجع لشابتر واني تاني يخلي بالكم كيو دا لو طول يحصل إيه برافو داتا لص فعشان أعالج الداتا لص ديت تمام أعمل حاجة اسمها الفلو كنترول أبدأ أكنترول عملية نقل الداتا أتطمن إن ما ينفعش إن أنا أضغى على البوفرينج بتاع الإيه بتاع الميموري أو الميموري سايز بتاع الجهاز اللي بيستقبل مني ممكن يكون الراوتر وممكن يكون الجهاز اللي هو الريسيبر في الأساس طيب وأعمل كمان كونجيستشان كنترول بعالج موضوع الاختناقات المرورية اللي بيسببها لي تسبب لي في النتورك نتيجة طبعا الكيو نتيجة أكتر من سندر بيبعت في نفس اللحظة والبوفر برضو إيه limited فبالتالي إيه لازم يبقى فيه تنظيم لعملية إيه الداتا ما بين هو وبعضها بدأ نقل الداتا ما بين الجهاز وبعضها timing لا يا شباب بأن مدام أنت عايز تضمن إن الداتا توصلك أنا أهمني أخذ وقتي فموضوع timing بالنسباله مش مش بيجارانتي ولا كمان بيجارانتي security إلا يهمني إننا أثناء في وقت معين ولا إن الداتا بتاعته تبقى secured وعلى فكرة واليو دي بي نفس القصة كده اليو دي بي السيكيوريتي بتاعته مش ما يهموش بس متميز اليو دي بي بقى في حتة timing إنه هو إيه أستاذ ياخد الداتا من عندك ويبعثها على طول فريرة ليه أسرع من التاني أصلا ما يهموش إن الداتا وصلت ولا لأ تمام فبالتالي بيقدر يبعث الداتا واحدة ثم التانية ثم التالتة وراء بعضها بسرعة كبيرة جدا لأن الريسيبر مش هيرد عليه ويقول له إيه آه الجزء من الداتا اتفقد أو في حاجة حصلت في السكة ابعث لي مثلا إيه غيره connection oriented الTCB connection oriented protocol بيستطب الكونيكشن ما بينه وبين الريسيبر وبيتطامن إن حصل الكونيكشن وبعد كده بيبدأ يبعد الداتا يعني هو بيستطب الكونيكشن بيانشيات فيها عملية الكونيكشن ما بينه وبين الريسيبر بيقول له يا جهاز رقم اثنين ممكن اتكلم معاك يقول له اتفضل وانس ان جاء له ريسبونس من الجهاز دوت النقاب للكونيكشن بيبدأ يبعد الداتا بتاعه لكن الـ على العكس من كده هو بيصبورد الريليابيلتي سوري بي يعني مش بيبعد الداتا بتاعته لطمن انها وصلت وفي نفس الوقت بيبعد بسرعة عالية جدا فما يهموش ان يحصل مشكلة في السكة بقى الداتا حصل لها حصل لها ما يهموش الكلام ده طب وليه الناس بتشتغل بيه شابا يعني بعض اللي محتاجة سرعة خلاص وانت مش محتاج ريليابيلتي في الداتا يعني اقتله حسين ورجعت في كلام وقول خلاص خلاص ما تقتلوش وانا بقول اقتله ده خلاص انت وصلت لك المعلومة طبعا لما قلت لك ما تقتلوش مثلا 3-4 دقايق ولا حاجة وصلت لك المعلومة بتاعت تكون انت خلاص تعذبون فيهميني في عملية نقل الصوت او نقل الصورة ان الداتا توصل بايه بشكل سريع تحصل في عملية شوشرة تحصل عملية تقطيع مش قضية لانا لو رسمتلك الرسمة دي كده مثلا عبارة عن ايجا الرسمة دي دا 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 لو لاحظتوا ان انا مرسمتش الجزئية دي عينيك كمنت الجزئية المقطوعة تمام فبالتالي لو انت بتنقل فيديو وحصلك جزء من الشاشة مثلا اتقطعت في الجزئية دي بعض الاجزاء من الشاشة ما طلعتش زي الشوشرة اللي بتحصل في 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 الستريمينج احيانا مش هتفرق معاك ولا هتفرق معاك وانت بتتفرج على اليوتيوب وجاءت السرعة بتاعت الانترنت راح تبطقت ايه لا يحصل بدأت باكسل الصورة والصورة بتبقى شكلها وحش لكن في مجملة انت لازمت بتتفرج وبتتفرج بشكل كويس او بتسمع الاغنية بشكل مظبوط صح? فيهمين ان الحاجة ما تقطعش قد ما يهمين مش ما يهمينيش انها ايه ان الصورة بتاعتها تبقى وحشة قوي وبتاع بناس بقى حبكت بقى تتفرج 4K ساعتها هيعمل ايه بقى ساعتها قالك لأ مدام انت عايز تتفرج لبقى 4K و HD وكلام ده كده يبقى انا لازم اضمن لك ان كل جزء من الصورة بيتنقل صح فساعتها هستخدم برتكول الايه التي سي بي لكن حضرينك عايز سرعة في نقل الداتا فساعتها موجود معنا البرتكول اليوزر داتا جران برتكول اللي هو الايه اليو دي بي تمام الاتنين مهمين والاتنين بيتم استخدامهم بشكل واسع النطاق في عالم النتورك ولو احنا ضربنا اكزامبل كده على اللي بتستخدمها الايميل مثلا من شوية قلنا لازم تنقل الداتا فلازم يستخدم تي سي بي ريموت تيرمين الاكسس او تيلنت يعني برامج اللي هي بتمانج اجهزة من بعيد لبعيد يعني حضرتك انت بتفتح جهاز وتكومينيكيت معاه وبتبعث لكومانز وتستعبل منه ردود لازم يكون فبالتالي لازم حضرتك يبقى في برتكول تي سي بي يكون شجرات نفس القصة في الفايل ترانسفير وقلنا والويب كلهم برتكولات بتصبرت لازم تصبرت طيب لو انت بقى بتلعب جيمينج او بتنقل ملتميديا زي اليوتيوب مثلا الله ممكن ده هو ممكن ده حضرتك حاب تتفرج على الصورة ما بحاجش الهوى تفرج بالتسي بي وبقى لو قطع منك في السكة انت اللي عايز كده والله عايز تتفرج عليها في لحظتها فمفيش ادنى مشكلة تشتغل بالإيه باليو دي بي عامل على فيسبوك ولا حاجزة كده فهتشتغل باليو دي بي طيب الانترنت تلفوني بشتغل برضو بالتنين تمام برضو بشتغل بالمرتوكول تي سي بي والأشهر والأكتر استخداما في التلفوني اللي هو برضوكول اللي هي اليو دي بي كبورتوكولات بتستخدم فعندنا ال SIP بورتوكول RTB والسكايب لو انت حضرك بتضرب على ايه بتستخدم البورتوكولات دي طيب في بستخدم 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 بالنسبة للفايل بتستخدم اللي هو في الويب بستخدم من التالنت باستخدمه في الريموت تيرمينال باستخدمه في الإيميل والبوب سري والايماب دي إجزامبلز على بعض الايه على بعض الانترنت أبليكيشنز والبرتكولات المستخدمة فيها والبرتكول بتعناقل الداتا من شوية انا قلت لكم التسي بي واليو دي بي نوت سيكيور فهل هو اقدر اعمله سيكيورنج هو مش بي سبورت الايه السيكيورنجي ولكن حضرتك تقدر تستخدم معه برتكول تاني عشان تنهنس معضوع السيكيورنجي ده فالتسي بي واليو دي بي بيبعثوا الداتا في سورة كلير تيكست ما بيحصلش عملية انكريبشن للداتا فلما بيشنية سوكت ما بينها وما بين الداتا الداتا دي بتتبعت في سورة كلير لكن انا اقدر استخدم برتكول تاني اسمه سيكيور سوكت لير السل برتكول وده البرتكول اللي بي سبورت عملية الانكريبشن ونقل الداتا في سورة ايه سورة سيكيور او سبورت الانتجريتي او اند انت اوثنتيكيشن يبقى انا عشان اقدر انقل الداتا بتاعتي بسورة سيكيور لازم استعين او استخدم برتكول تاني بالاضافة برتكول الايه التي سي بي او دي بي ازود عليهم برتكول لسبورت الكلام دا ماشي فبالنسبة للس اس ال ما بتيجي تنقل الداتا حتى استلاحهم في بعض هتلاحظ الكلام دا هتلاقي البرتكول دا مكتوب لتي سي بي اي بي يعني الاي بي برتكول والتي سي بي اللي اتنين شغالين في نفس اللحظة طيب التي سي بي مع الاس اس ال عشان انطمن ان نقل الداتا يتم في سورة سيكيور يبقى انا اقدر اعمل ما بين تو بورتكولز مع بعض في نقل الداتا بورتكولز تي سي بي مع الايه مع الاس اس ال عشان انقل الداتا بسورة سيكيور طيب طبعا عشان انتنقل الداتا محتاج سوكيت والسوكيت دوت قلنا عبارة عن اي بي ادريس ويه بورت نمبر فالداتا اللي حضرتك بدل ما تنقلها في سورة لا يحصل لها انكريبشن وانت انت عملت انكريبشن اي حد بقى اي كابتش بالداتا مفيش مش هيكل يشربه مش هيقدر يقرر منها حاجة او يستخدمها باي استخدام وكده احنا خلصنا الجزئية الاولانية اللي هو هنخش بقى نتعمق في الويب والبرتكولات بتاعت الويب واشهاره من برتكول اللي ايه الاتش تي تي بي حد عنده اي سؤال لغاية دلوقتي يا دكتور وانا كنت بتحكم بقى ازاي مثلا لو انا عايز تي سي بي او يو دي بي بايز انت مش انت اللي بتتحكم انت اللي بتحكم هو اللي عامل الابليكيشن نفسه وهو بيعامل الابليكيشن بيقول يا ام اشتغل بالبرتكول دوت لان انا يهمني نقل الداتا في سورة او ان انا عايز انقلها بسرعة فالرجل البروجرامر اللي بيعمل الابليكيشن نفسه وهو اللي بيحدد استخدامه لاما تي سي بي او يدي بي انت كاندي يوزر ممكن يجيلك بيخيرك ما بين الحاجتين لان حد منكو عنده كاميرات في البيت او او اشتغل على سيستم كاميرات قبل كده لو فتحت صفحة اللي هو الدي في ار او الان في ار وهتلاقي في بعض الابشنز ان انت تقدر تتحكم في الصورة اللي جايلك يا اما الصورة دي جايلك كلير بالتفصيل الممل تمام فيلاقي الابشن على كلمة تي سي بي موجود يا اما يو دي بي لو انت عايز تخلل ايه الصورة تتنيل لك بشكل سريع فانت ممكن تتحكم ساعتها انك الكنيكشن بتاعت الداتا تتنيل يا اما بورتوكول تي سي بي او بورتوكول دي بي ففي الحالة دي تبقى انت عارف هتستغنى عن ايه وهتكسب ايه تمام وانت برضو في اليوتيوب برضو بتعمل كده في اليوتيوب لو انت قلت له وانس ان انت في اليوتيوب قلت له كلمة فهو اوتوماتيك بي اللي بنفسه على اليو دي بي ناشي فهي متصممة في الابليكيشن كده يبقى في النقطة دي يا شباب احنا هنتكلم بقى باستفادة بقى على بورتوكول او بورتوكولات اللي بتستخدم في عالم الويب ومن اشهارهم بورتوكول الهتش تي تي بي تمام فكبرتوكول الهتش تي تي بي اختصار لكلمة هايبر تيكت سرانسفر بورتوكول البرتوكول دوت قلنا مسؤول عن نقل الداتا تيكست او الامجز تمام منقلك الويب بيتج بالكونتنت بتاعتها بقى الابجكتس الموجودة جواها كلها فسواء كانت او مجموعة من الصور او جافا سكريبتس او او فاقوة كل الابجكتس الموجودة في الصفحة بيبتدي ينقل هنا فده مسؤول عن نقل التكست والابجكتس الموجودة في الصفحة ايا كانت طيب البرتوكول دوت طبعا بينقل الداتا المكتوبة بلغية الهتش تي ام ال الهايبر تيكست من فأي فايل بيتم استعراضه عندك على البروزر بتشوفه في الاخر في صورة اتش تي ام ال فايل يعني وان كان مكتوب بأي لغة يعني ممكن يكون البيتش بي ممكن يكون مكتوب بجابا مكتوب بأي نوع من انواع اللغات البرمجة ولكن في الاخر بيداولود عندك في صورة اتش تي ام ال فايل يعني طلب فتحت البراوزر دلوقتي كده وقلت له انا عايز اشوف السورس بيتش بتاع دي يعني مسلا نرجع للصفحة اللي احنا كان فاتحينا من شوية في نهاية نفلتها اه مسراوي ده مسلا لو دست كليكي مين عليها كده قلت له لو انا عايز اشوف السورس السورس بتاعه هتلاقي التلكيمنت اتش تي ام ال والانجوتش المكتوب بيها بت brillen بصورة ايه اتش تي ام ال كل ايه الكلام الي موجود ده عبارة عن ايه تاكز بتاعت الاتش تي ام ال ده الميتا تاك ده اللينك تاك وهكاس فالربريزنتيشن بتاعت صايد ده في الاخر بتشوفه انت بصورة اتش تي ام ال بتنانيلك عان طريق برتكول ايه بتنانيلك عن طريق ال اتش تي تي بي او اله تي تي بي اسم. طيب انت عشان تروح تنادي على الصفحة دي رحت كتبت العنوان. كتبت مثلا www.dot.domain.dot.domain.dot.domain.dot.domain.dot.domain.dot.domain.dot.domain. اللي انت تابعوه. ثم كتبت ايه بقيت الباص. فمثلا ده ده عبارة عن حاجة اسمها ال URL. ايه URL. او ال Unified Resource Locator. ده العنوان اللي حضرتك بتكتبه في البراوزر. يعني لما كتبت مصراوي هنا هو. تمام؟ فانا كتبت URL. عنوان. طب لو انا دخلت هنا وقت مسلا على اللينك ده. فبتلاقي عندنا بقيت عنوان تاني ظهر جنب العنوان الرئيسي. فده معناه ان حضرتك كتبت ايه باص معين او internal pass بواد دومين ده. ففي بعض ال directories جوه. وجوه ال directories دي بعض ال Files. ده اسمه ال internal pass اللي موجود على ال host ده. فده ممكن نطلق عليه domain. والحتة دي اسمها ال sub domain. يعني مثلا ده domain. ده. يعني مثلا. yahoo.com ده domain. games.yahoo.com ده domain تاني. sub domain من yahoo. mail.google.com ده sub domain. تمام؟ وهكذا. طيح. احنا اتفقنا لل htp. ده البرتوكول اللي احنا هنبتدي بصدد الشرح فيه بقى بالتفصيل. وهو بيستخدر ما بين ال a clients وال a. وال server بشكل واسع. فده لو حضرتك ازا يوزر كده فاتح للجهاز بتاعك. وفتحت البروزر. وتبرك كنت فاتح firefox بقى ولا جوجل كروم. وروح تناديت على facebook.com. facebook ده موجود في مكان تاني. فانت في اللحظة دي. عملت حاجة اسمها http request. بعد http request للسيربر. فالسيربر في اللحظة دي المفروض يرد عليك بايه? response. يبقى http request. يرجع للresponse بتاعنا. تمام؟ ويبدأ ده ونلود للصفحة دي. يا توانسر من الresponse ده يجيلك. من الحاجات اللي بتشتغل client side application. يعني client side client server application. يعني في request بيروح من ال client. وفي بيجي للسيربر. والسيربر بيبدأ يبعت response بتاعه. طبعا ممكن يكون على مستوى الweb browser بتاع الجهاز. او ممكن يكون على مستوى application موجود عندي على الايه? على الموبايل. السواء ده او ده عادي. الاتنين بيشتغل الطب. الطب 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 الطبط ينقل ال data. محتاج بورتكول لنقل data. يعني محتاج من layer بتاع الترانسبورت. محتاج فيها بورتكول الترانسبورت. فممكن يستخدم تي سي بي. ها ممكن يستخدم يوتي بي ولا لا. طيب. نشوف الاول في استخدامه للتي سي بي. في استخدامه للتي سي بي. بيبدأ الكنيكشن. تمام. تينيشيات الكلينت بيبدأ يينيشيات الكنيكشن ويطارجت فيها الريسيفر. بانه ينادي عليه بعنوان وبورت معين. يعني لازم يكريت سوكت. يعني اول حاجة بيعملها الجهاز عشان يتكلم لازم يكريت حاجة اسمها الايه؟ السوكت. السوكت. واحنا عرفنا ان السوكت ده عشان يتم الانشاء ولازم يبقى ليه ادرس وليه بورت بتكلم من خلاله. واحنا عرفنا ان الهتشي تي تي بي بيتكلم على بورت رقم كام تمانين. ده الستاندر بورت بتاع الهتشي تي تي بي. فبقعد الكنيكشن بتاعتي على الهتشي تي تي بي. بيجي لي من الريسيفر ان انت جاهز لاستقبال الداتا في اللحظة دوت. او في الوقت دوت انا جاهز ان انا استلقى منك داتا او ان حضرتك ابعت الطلب بتاعك وانا هبعت لك الايه؟ الفايلز اللي انت عايز. فبتبعت الطلبات بتاعتك تباعا. انا عايز الملف الفلاني فبيبدأ ينزلك مجموعة التكست اللي موجودة في الصفحة الفلانية. ويبعتها لك ويقفل الكنيكشن بعد ما حضرتك تنتهي. يبقى دي اللي بيتم في عملية الداتا ما بين السيربر والايه؟ الريسيفر في اللحظة ديت لما بيجي له اتش تي بي ريكوست. تمام؟ ويقفل الكنيكشن ما ليسو علاقة بقى حضرتك عملت ايه في اللحظة دي. يعني كل الهيستوري اللي انت عملته او او الداتا اللي انت بعدتها لي ووحد سألته عليها تاني مش هيزع منك. سأله مرة واثنين وتلاتة هيفتكرك بتسأله لنفس اللحظة. كل ما تعمل ريفريش لصفحة مصراوي ديت هجي لك نفس الداتا مش هيقول لك لا. مش هيقول لك وانت مش خدت الداتا دي قبل كده. عادي مش هيقول لك الايه. مش هيجي لك مشكلة ان انت بتحمل الصفحة الاكتر من المرة. فالموضوع عندنا ده اسمه فالهي تي 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 بي. اذا برتكول مش بيستبقي الداتا اللي هي اخدها من الايه من الكلاينت او يحتفظ باي داتا من الكلاينت. نفس اللحظة الهيستوري بتاع الداتا دي انا اقدر استغله بس بحاجة تاني. هنعرف قدام شوية ان انا اخد معلومات من الان فيوزر. بس عن طريق حاجة تانية اسمها الكوكيز. هندي سمعانها? ماشي يا شباب? طيب. فاكيد طبعا هتقول لي ده انا بخش الصفحة بيلزق فيها وبيعرف انا كنت بشتري ايه وبعمل ايه فهننتكلم على الموضوع ده باستفادة ان شاء الله. لما نيجي نتكلم على الكوكيز. كوكيز ده بيعرف بيها كل كبيرة وصغيرة حضرتك انت دورت بيها او رحت فتحت سلعة معينة وروحت شوفتها. او اتكلمت حتى مع صاحبك اه بقى يعني عالتليفون. طوله نازل النادي النهاردة ولا لا مش عارف راح تشتري كتاب لفلاني هتلاقي اعلانات تخص نوادي واعلانات تخص الجواكت واعلانات تخص كل حاجة تكلمته عليه. اعرف الكلام ده منين ده هو بيتتبع الايه اليوزرز والداتا بتاعته وانس ان انت اديته ايه الصلاحيات على المايك بتاعك فانت انت بقى الجاني على ايه انا نفسك. طيب يبقى بالنسبة لنا البورتوكول ده هو سيتلس بورتوكول في الاساس يعني مهموش ان الايه الهيستوري بتاع اليوزر ده. طيب الكونيكشن بقى اللي بيتتبعها الاتشي تي تي بي. قبل ما نخش هو بيشتغل بانهي نوع من الانواع الكونيكشن عايزين نعرف هي الكونيكشن زيد. ايه انواع الكونيكشن. في عندي نوعين من الكونيكشن. واحدة اسمها البرزيستنت والتانية امام برزيستنت كونيكشن. الاتشي تي بي بيشتغل بين الاتنين. في اما حضرتك بتبعتلي بكل اوبشيكت حضرتك طلبته وبقفل الكونيكشن بعد ما يوصلك. تمام? اما بفتح الكونيكشن مرة وبخليك تطلب كل اللي نفسك فيه وبعد كده اروح قافل الكونيكشن عليك. يبقى انا عندي نوعين من انواع الايه الاتش تي تي بي كونيكشنز. يا اما حضرتك بتطلب تفتح الكونيكشن تاخد اوبشيكت صفحة مثلا فيها عشر صور. رح واخد الصورة رقم واحد وتقفل الكونيكشن. واخد الصورة رقم اتنين واقفل الكونيكشن. وافتح الكونيكشن تاني للصورة رقم تلاتة وراح اقفل الكونيكشن. وافتح الكونيكشن للصورة رقم اربعة لغاية تبقى وصل للصورة رقم عشرة. يعني ان لو فتحت وقفلت الكونيكشن هنا كم مرة عشر مرة. فالconnection عندي اسمها ايه? non-presistant http connection. طب يا اما اتبع فكرة انه يبقى فيه عندي persistent connection وروح فاتح connection وانزل كل الفايلز اللي موجودة في الصباحة وروح اقبل بعدها connection في اخر اللي هي communication. خلاص? دول two types of connections اللي بيتتبعهم ال http فارغ. لما تيجي تدرس بقى ال http بيعملها ازاي? بيبعت ال non-persistent connection لو انت عندك شوية تكستات وعشر صور في الصفحة فبيبعت الايه? يستأذن السيرفر انه يفتح له connection على ال board رقم 80 لانه هو عايز يتكلم http. فالboard ده بيتفتح في اللحظة ديت ويأكسبت ال connection. تبدأ حضرتك تريكوست اول فايل. وبعد ما الفايل اللي تبعت لك يتضح لك ان انت لسه فيه عندك عشر صور لسه مجوش. فبتبتدي حضرتك تعيد الخطوات اللي انت عملتها في استقبالك للايه? للفايلات عشر مرات كمان. عشان انت استقبلت اول مرة وفضلك عشر صور لسه محملوش. فبتفتح وتكفي ال connection ما بينه عشر مرات لغاية ما بينك ما بين السيرفر لغاية ما ايه? ايه تحمل كل محتويات الصفحة. استفقنا يا شباب? يبقى ده ايه? اسمه طبعا لو بنشغل بال persistent يعني ما بفتح connection مرة واستنى ان كل استقبالك لكل الفايلات وبعد كده اقفلك. خلاص? سوانا يا شباب. معي يا شباب? مع حولتك. طبعا. ايه بقى احمد الوقتي بنكتلازلنا بنتكلم عن ال non-processing dhp connection اللي بيتم فيها ارسالك لإنشيات ال connection اول حمر حلق لعملها حضرتك في انك تبقى ال connection مع مين? مع السيرفر اللي عليه ال data. وانس ان السيرفر دوت بيجي لك بريكوست منه بفتحة connection بتبدأت ايه? تطلب ارسال الملف يعني انا عايز الملف رقم واحد مثلا. يبدأ يتبقيت لك الملف دوت وانس ان جالك الملف خلاص اللي ايه connection بتتقبل. يعني عشان يوصلك الملف عملت ايه? عملت ال round trip time مرة. وراون trip time. فانت رحت بعدت request واستقبلته وبعدت request تاني واستقبلته. فاجمال ال requestات اللي انت عملتها بال time اللي انت خدته عشان يجي لك الملف قد ايه? قالك يا سيدي عشان تفتح connection باستخدام non-president connection. انت عد عليك RTT واحد. RTT اتنين ده time اسمها ال round trip time اللي هي مستغرق من من اول ما بعدت المسلج بتاعتي لغاية ما يجال الرد عليها. زائد file transmission time يعني الملف دوت ممكن يكون خمسة ميجا. هيبدأ ينزلولي على مسافة مثلا ايه? دي اولا حاجة. فيبقى ال round trip time بتاع اول request. وال round trip time بتاع الفايل بتاع response. وزائد ايه? الفايل transmission. يبقى اتنين RTT زائد الفايل transmission time. ده time اللي يتم استغرقه في ايه? في نقل data باستخدام النقل persistent connection. طب لو انت بتستخدم persistent connection. time ده هيقل ولا هيزيد? هايقل? resistant connection معنا ان انت حضرتك هتبعد كل ال object كلها مرة واحدة. فبدل ما اتنين RTT محتاجهم في كل object. لا ده هو انت هو totally اتنين RTT هيبقوا موجودين عندك وتنقل بهم ال data بتاعتك على مستوى الايه? الفايلز كلها. فيبقى حضرتك بتفتح وتكفي ال connection في كل لحظة بيزيد معاك حاجة اسمها الايه? ال RTT بتاعت قفل وفتحة connection. لكن هنا اولا هي واحدة بس بتاعت الفتح واحدة واحدة بتاعت القفل وادمتم يعني اتنين RTT زائد الايه? الترانسميشن طيب. فيبقى عندنا تقدر تحسب في حالة ال persistent or non persistent connection ال time اللي هتستغرقه قد ايه. هو ايه نوع المسج اللي بيجيلك لما بتبعث request بال Http? طيب ممكن نخلي دي للمرة الجاية? ايه راجب? ايه حاجة صراحة مانيش مشاكل. اه عندكش المشاكل. مصطفى بيقول نكمل. حد عنده رأيي تاني يا شباب? صح صحين طيب? طيب. نظر ان الحتة دي بس محتاجة ايه اه يعني تفصيل اكتر كده في ال response وهنشرحه كده بالتفصيل شوية وبحتاجه تبقوا مصحصحين معايا. فهنأجل الجزائي دي نبدأ بيها بإذن الله الحاضرة للمرة الجاية. خلينا نعرف بس حد عنده اسئلة في الجزائية اللي فاتت لغاية دلوقتي او لا. ناس اللي عندها اي اسئلة تفضل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة